اولا احنا مقصرين اعلاميين. مقصرين اعلاميين. نيه نمرة واحد. نمرة اتنين. النهاردة فين الافلام النهاردة اللي بتقولي النهاردة. اللي بتكلم. هو عمله فيلم الرصاصة. فيلم الممر ده الوحيد. حريك كنت اعتقد البطل. انا كنت طبعا اللي اعادت مع. طبعا فيلم الممر ده عاوز يعني عشان نحكي عاوز. ياريت ياريت حكينا عنه طبعا. هو لما جمي اعمله فيلم الممر. انا الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. كنت في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. فانا في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. تقابلت هناك مع المخرجة الرائع. صديق العزيز شريف عرفة. فلما قابلنه هناك. كنا عند المقدم الجزار. فعرفنا على بعض. ومشي شريف عرفة. المقدم الجزار قال لي انا عاوز تجيب لي بقى. صورك اللبسك وانت موه واللبس الزراعي واللبس الكاكي. المهم كله. هو جرائد اللي كتبت عنك خلال هذه الفترة. بعد تهانو. شريف عرفة بعد كده كلمني. قال لي تعالى انا عايزك. قلت له فين. قال لي تيجي تشرب معها فينجان. اهو مكتب في المهندسين. روح دلو. دخلني قوضة كبيرة جدا لقيت فيها. انا ولا لابس ما هو ما هو. ولا لابس زراعي ولا لابس كاكي ولا لابس. فقلت له ايه. قال لي انا بعمل فيلم. عبارة على عملية اغارة على موقع على مسافة خمسين كيلو منقعة. انتوا كنتوا بتعملوا ايه. قلت له والله كنا بنعمل. هزوك هزوك. اه بحكيت له. قال لي طب وسيلة المواصلات كانت ايه. قلت له ممكن جمال ممكن تطيرات الهولوكبتر. لان المسافة دي مدرش تاخدها على رجليك. المهمة عادت. قال لي طب المواصلين كلهم قاعدين برده. تيجوا تقعد معهم. هيسقرب كل واحد يسألك. من خبرتك في القتال هتقولهم. عظيم. فطلعت عادت مع المواصلين كلهم. يد نصر يسألني. احمد صلاح حسن يسألني. اسماء البازيدي تسألني. محمد فراج يسألني. كل المواصلين كل واحد يسألني سؤال. ما جاوبه عليه. فبعد كده قال لي انت كالليك وقع شهيرة في المنصورة. قلت له وقعت ايه. قال لي وقعت السنترال. انا عاوزك تحكيها لي بالتفصيل. صحيح. فحكيتها لي بالتفصيل. قلت له. يا انا كنت رايح. انا كنت في رأس العيش. ونازل اجازة في المنصورة. ونزلت رحت عالسنترال. عشان اقول لي وحدتي انا وصلت. واتطمن عليه ويطمنوا علي. فدخلت سنترال في المنصورة سنترال علي. فروحت للناس اللي على البنش. كان سنترال عبارة عن بنش. وكباين. فروحت اللي بتاع السنترال. بقى اقول له. اطلوب لي برسعيد. فقالت افضل وعد. رحت له تاني. اهلي انا هيوعد. رحت له تاني. قلت اقول له انا ظابط. انا كنت لابس مدني. فقلت له انا ظابط وحدتي في برسعيد. وعاوز اتطمنها. قال له وحدتي. هو وحدتي تطمن علي. فلقيته. اتكلم بقى. ظابط ايه. وكلام غير مقبول. لا يقبله اي ظابط. اكيد. فانا شلته كده. فاللي جنبي. قال لي برسعيد. في الكابينة رقم كذا. سبت ودخلت اتكلم في الكابينة. بعد ما خلصت وطلعت. لقيت بقى الناس بقى بدأت الجمهر. وبدأ الزباط كذا. واسقت جمال عبد الناصر. واقبل اقبل يا ديان. كلام لا يمكن. يقبله ظابط يرتدي اللبس العسكري. قلت لا يمكن انا. اه لا. هتهزق في هذا المكان. وهتهزق. لا يمكن. فقمت باللي حصل ده. وعملت فيه. شوفنا طبعا. اه باللي حصل اللي عمله احمد عز في الفيلم. اه طبعا. مما لشك ان طبعا احنا بنحافظ على كرامتنا. ومنحافظ علي بيتنا. وبعدين انا كنت اعاوذ الناس تقف ظهري وتساندني. اكيد. مش تترق عليا والترق على زملائي. ليه. موسيقى موسيقى